السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم محبي مسلسل أبشر بالسعد إليكم ملخص الحلقة الأولى وأهم أعداسها ولكن قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد بداية سعد محامي تخرج أوروبي فتح مكتب جديد ولديه سكرتيرا الخاصة مضى عليهم أكثر من ستة أشهر ولم تأتي أي قضية لهم وقد بدأ عليهم المال أكل ودفأ جور دون نفع إلى حين قرروا أن يتعرهوا على الناس ذهبوا لجميع أصدقائهم والمعارف ووزعوا كروتهم لجميع لمن يقع بمشكلة فالمحامي قادر على مساعدتهم بعدها قرروا أن يذهبوا للمطعم لكي يأخذوا طلبتهم وقرروا أن يأكلوا بالسيارة وفجأة تأتي امرأة ترقد مسرعة وخائف زوجها يلحق بها ركبت معهم وأخذوها إلى المنزل ولما طلبوا منها أن يعرفوا قصتها قالت لهم بأنها تحتاج إلى محامي لكي تحلها مشكلتها لأنها زوجها خانها إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك القناة وتفعيز الجرس لكي يصلك كل جديد